وصلت الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان جهود تقديم الخدمات المختلفة للموافدين القادمين من دولة سودان جراء تداعيات الأزمة الحالية عبر المعابر البرية في أرقين وقسطل مستشفى أبو سنبل الدولي بجانب الموقف الدولي بكاركر هذا وقد تواصل توفد المصريين والسودانيين ورعاية الدول عبر معبري أرقين وقسطل الحدوديين للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من ميناء أبو سنبل البحرية مراسل التلفزيون المصرية محمود جميل محمود داني في الصورة فيما يخص من يأتون من السودان والأحوال الخاصة بهم نعم تحياتي لكم ولكل أساد المشاهدين بالفعل تتواصل الجهود المصرية في استقبال الوافدين من السودان الشقيق عبر معبري قسطل وأرقين وسط استعدادات مكثفة وتقديم كل الإجراءات نتحدث تحديدا اليوم منذ صباح هذا اليوم هناك تزايد في أعداد الوافدين عبر معبر قسطل تحديدا وتحديدا أيضا من الرعاية الأجانب وتحديدا من دولة اندونيسيا بالإضافة إلى قدوم أعداد من جنوب السودان فنتحدث عن أن معبري قسطل وأرقين استقبل أكثر من 20 جنسية مختلفة لكن على رأسهم بالطبع الأشقاء السودانيين هذا مع توفر كل وسائل النقل التي تنقل الوافدين من معبر قسطل وتحديدا من مرسى حجر الشمس ووصولا إلى مدينة أبو سنبل وميناء أبو سنبل النهري الذي نتواجد به ونتحدث عن أن هذا اليوم هو اليوم الثالث أو الرابع التي تعمل فيه المعدية الجديدة التي استحدثتها محافظة أسوال لنقل الوافدين من جنوب من معبر قسطل ومع إضافة أيضا أعمال الإنارة التي تجعل هذه العبرات تعمل ليلة نهار وأيضا مع تقديم كل الخدمات خاصة الخدمات الصحية لحظنا منذ مساء أمس تواجد كبير جدا لسيارات الإسعاف المتواجدة تحديدا في مدينة أبو سنبل حتى وقت متأخر من الليل وهذا يشير إلى الاستعدادات المكثفة من قبل وزارة الصحة ومدرية الصحة في أسوال لتقديم عربات الإسعاف لوجود أي حالات طوارئ حتى في وقت متأخر من الليل لاستقبال القادمين أو الوافدين من مرسى حجر الشمس بقسطل إلى ميناء أبو سنبل النهري وتقديم الرعاية الصحية لهم هذا مع استمرار أيضا جانب آخر مهم وهو المنظمات الدولية أو المجتمع المدني والتي تسهل لهم الحكومة المصرية عملهم داخل معبر قسطل وأرقين وتوجدهم في معبر قسطل تحديدا يعني تابعنا تقرير للمنظمة الدولية للهجرة تشير إلى أن أكثر من 250 ألف قد يعني عبروا الحدود المختلفة بالنسبة للمناطق المجاورة للسودان ليس مصر فقط وأيضا هناك خطة للاستجابة الفورية لتوفير ما يقرب من 209 مليون دولار لتقديم المساعدات لجراء الاشتباكات والأحداث التي حدثت في السودان منها فقط 104 مليون دولار للمساعدات في مصر وليبيا وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى هذا أيضا باستمرار برنامج الأغذية العالمي الذي يقدم كل المساعدات الجذائية في معبر قسطل وأشار إلى أن هذه المساعدات ستزداد خلال الفترة القادمة نظرا لتزايد الأعداد الوافدة عبر معبر قسطل فبالتالي هذه المساعدات ستستمر خاصة مع تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تشير إلى أكثر من 73 ألف قد عبروا معبراء قسطل وأرقين فبالتالي خلال الفترة القادمة سيكون هناك أيضا مزيد من الاحتياجات للوافدين من معبر قسطل واليوم أيضا في القاهرة سيكون هناك زيارة لسفير الاتحاد الأوروبي وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائية المقيم لدى مقر الهلال الأحمر المصري لمتابعة المستلزمات الشخصية والمساعدات الأخرى التي تقدم للوافدين من معبر قسطل فبالتالي بعد هذه الزيارة نتوقع أن يكون هناك زيادة في أعداد المساعدات الإغاثية والإنسانية بالإضافة إلى استمرار العبرات المتواجدة هنا وأخيرا هناك عدد كبير من الحافلات في معبر قسطل ستصل بعد قليل عبر هذه العبارة التي تتوافد هنا على ميناء أبو سنبل النهري لتبدأ في الارتجال والانتقال إلى مدينة أسوار أو القاهرة أشكرك على هذه الصورة المتكاملة محمود جميل من ميناء أبو سنبل البحري